بحثي مع زميلي الأستاذ صباح التميمي تمخض عن مجموعة من المحاور التي بينت فيها ذلك حيث بتوطئة ذكرت فيها مفهوم الهوية الإسلامية وأهميتها أما المحور الأول فقد أبنت فيه حاجة المسلم إلى الهوية والمحور الثاني ذكرت فيه أهم التحديات التي واجهت الهوية الإسلامية منذ أول خطوة لها في مسير التاريخ والمحور الثالث كان في بيان دور الإمام علي عليه السلام في إرساء أسس الهوية الإسلامية والحفاظ عليها من خلال نقطتين النقطة الأولى ذكرت لأهم معالم الهوية الإسلامية في فكره عليه السلام والثانية في بيان الأدوار المهمة التي قام بها سلام الله عليه في الحفاظ على الهوية والمحور الأخير بينت فيه دور المرجعية الدينية اليوم في الحفاظ على الهوية الإسلامية باعتبار أن المرجعية هي الامتداد الحقيقي للنهج العلوي وقد خلص البحث إلى مجموعة من النتائج يمكن بيانها بعدة نقاط النقطة الأولى أن مسألة الهوية الإسلامية اليوم أصبحت مسألة إثبات وجود لذا نلحظ أن كل الحركات والآيدلوجيات والديانات التي تكيل العداء للإسلام وجهت أدواتها للوصول إلى هدف واحد تقريبا ألا وهو طمس معالم الهوية الإسلامية اللم يصلوا إلى هدف القضاء عليها وهو هدفهم الأول إلا أنهم بحمد الله سبحانه وتعالى دائما ما يصطدمون بالحفظ الإلهي الذي وعد الله ثانيا إن الإمام علي عليه السلام بدوره الكبير في حفظ الهوية الإسلامية وتجسيد الانموذج الأسمى للهوية الإنسانية والإسلامية كان محلا للصراع بين الأمة الإسلامية فعندما اعتقد الأعداء أنه الانموذج الذي انفرد بكل المؤهلات التي تجعله حافظا لنظام والأسس ومعالم الهوية كرسوا جهدهم للنيل من هذه الشخصية حتى شرعوا في سبه على المنابر لقرون عدة من جملة الصراعات التي تلت رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو سلب الحقوق التي تمتع بها أهل البيت عليهم السلام والتي من خلالها يمكن تطبيق أحكام الله ببسط نفوذ الهوية الإسلامية بينما يدين بالإسلام في بقاع الأرض الأخرى من خلال الصفات والمميزات التي امتاز بها أهل البيت عليهم السلام وما يمتلكونه من عناصر القوة والتأثير في الغير لقد واجه الإمام علي عليه السلام مجموعة من التحديات التي هي بنفسها تمثل في الحقيقة تحديا للهوية الإسلامية لأن أمير المؤمنين عليه السلام يمثل النموذج والمثال للهوية الإسلامية الحقة ومن جملة التحديات التي واجهها أنه تصدى لكثير من الانحرافات العقائدية والتغيير بالأحكام الشرعية وخاصة في باب الحدود والنقطة الأخيرة تمثل المرجعية الدينية الامتداد الطبيعي لذلك الإرث العلوي فهي تستمد قوتها ونفوذها في قلوب المسلمين من ذلك الإرث الرصين وفي مسيرتها ونهجها سعت إلى الحفاظ على الهوية الإسلامية بعيدا عن المسميات فعندما أصدرت موقفها الخالد في مواجهة أعداء الإسلام داعش لم تنظر إلى المسألة بفئوية أو بنظرة ضيقة بل كانت تنظر إلى الإسلام ككل كيانا واحد وهوية واحدة بعيدا عن كل الجزئيات لذا نلحظ أن الإقبال كان من جميع أفراد المجتمع وقد كان حليفهم النصر لأن خروجهم هو من أجل الحفاظ على الهوية الإسلامية دون أي أهداف أخرى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر